شهدت ساحة المواجهات المسلحة بين ميليشيا حزب العمال الكردساني والقوات التركية تطورات عدة أبرزها الأسلحة المتطورة التي ظهرت لدى الميليشيا المصنفة على قوائم الإرهاب مستوى التسليح اللافت لدى الميليشيا فتح باب التساؤلات عن مصادرها ومصادر التمويل وفي هذا الإطار أفاد مسؤولون من مناطق نفوذ ميليشيا بيكاكا بأن تفاهمها مع فصائل في ميليشيا الحشد وفر لها غطاء أمني معلوماتيا وتسهيلات في الحصول على الأسلحة بما فيها الأسلحة الذكية وبحسب مصادر صحفية نقلا عن مسؤول عسكري في قيادة عمليات نينوى فإن مناطق غرب نينوى الخاضعة لسيطرة الحشد ومناطق شمال غرب سنجار على الحدود مع سوريا حيث محافظة الحسك الخاضعة لسلطة ميليشيا قسد تعد ممرات دخول السلاح والمسلحين لمناطق سيطرة بيكاكا من جهته كشف مسؤول في وزارة الداخلية ببغداد أن الميليشيا تملك نفوذا كبيرا في معبر بنجوين بالسليمانية مع إيران وتحصل من خلاله على تمويل مهم من خلال فرض الإتاوات على التجار وتهريب المطلوبين لإيران وتهريب الدولار الأمريكي وأكد أن المبالغ التي تحصل عليها الميليشيا توفر لها غطاء كافيا للحصول على الأسلحة بأقل من أسعارها الحقيقية بتأثيرات من ميليشيات الحشد فضلا عن سيطرة الحزب على منفذ حدوديا في قضاء سنجار بالتنسيق مع ميليشيا قسد ما هيكا عن تهريب الأغنام ومواد الحديد والصلب وحتى المخدرات في السياق حذر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام من أن امتلاك ميليشيا بيكاكا للأسلحة المتطورة يعد تحولا خطيرا يهدد أمن كردستان العراق وأشار إلى أن الأسلحة التي يملكها لا تختلف عن الأسلحة التي تمتلكها ميليشيات الحشد معكدا أن هذا التداخل يعد خطيرا بالنسبة لأمن العراق ومقدراته المالية التي تصرف على ميليشيا الحشد ميليشيات متعددة الولاء والأجندات يجمعها هدف تدمير العراق والعبث بأمن وسلامة أهله على مرءا ومسمع من السلطات الحكومية التي تقف ما بين عاجزة ومتواطئة إزاء هذا التخريب الممنهجي للبلاد اشتركوا في القناة